اهلا بكم انتظم لعبو المنتخب الوطني اليوم في مقر تجمع لعبي الأخضر بالرياض استعدادا للمشاركة في المعسكر الخارجي الذي سيقام في العاصمة التيلندية بانكوك استعدادا لخوض مواجهتي تيلند والعراق ضمن الجولتين السادسة والسابعة في بانكوك وجدة لحساب المجموعة الثانية للتصفيات الاسيوية المؤهرة لكأس العالم 2018 وخضع جميع لاعبي المنتخب لفحوصات طبية لدى الجهاز الطبي فورا ضمامهم للمعسكر للوقوف على الحالة الصحية لكافة اللاعبين وتضح بعد الأشعة التي أجريت للمهاجم فهد المولد عدم إمكانية جاهزيته خلال فترة المعسكر المقام حاليا وقرر مارفيك سبعده من المعسكر ينتظر المرشح السابق لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم خالد المعمر الرد الرسمي من مركز التحكيم الرياضي على اعتراضه على نتائج انتخابات اتحاد القدم قبل اتخاذ الخطوة التالية والتي قد تصل إلى محكمة التحكيم الرياضية كاس وتقدم المعمر باعتراضاته لمركز التحكيم قبل أيام على وجود خالد بانصر نائبا لرئيس مركز التحكيم الرياضي وهو الذي تولى رئاسة لجنة الانتخابات كما يعترض المعمر على اختيار مركز التحكيم الرياضي للكويتي رشيد العنزي محكما مرجحا في المنازعة كونه لم يأتي بالاتفاق بين المحكم الذي اختاره وهو الإيطالي الويجي فاما وبين محكم الاتحاد السعودي نايف الشريف تواترت انباء اعلامية عن منع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا نادي الاتحاد من تسجيل اللاعبين الاجانب والسعوديين المحترفين والهوى فترتين تسجيل حتى صيف 2018 وجاء القرار بعد الشكوى المقدمة من المحترف السابق في صفوف الفريق الاستراري جيمس ترويسي للمطالبة بمستحقاته على نادي الاتحاد وبهذا القرار يحق للنادي التجديد فقط مع محمود عبد المنعم واحمد العكايشي وفيلانوفا وفهد الانصاري دون اي تعاقدات جديدة وكانت ادارة نادي الاتحاد قامت بتحويل دفعة من المبالغ المجدولة للاعب البولندي السابق زوكالا والتي تعد احد القضايا العالقة بالاتحاد الدولي لكرة القدم تتجه لجلة الحكام بالاتحاد السعودي لتعيني طاقم تحكيم اجنبي لدرب الرياض بين الهلال والنصر في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين هذا وقد اعلنت ادارة نادي النصر انها بعثت خطابا اليوم الى الاتحاد السعودي يتضمن فيه طلب النادي احضار حكام اجانب في موجهة الهلال بدور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين فاز احمد احمد من مدغشقر برئاسة الاتحاد الافريقي لكرة القدم على حساب الكاميروني عيسى حياتو الرئيس التاريخي للمؤسسة الافريقية ونجح احمد في الحصول على 34 صوتا مقابل 20 صوتا للكاميروني حياتو واجريت اليوم الخميس الانتخابات على مقعد الرئاسة على هامش الجمعية العمومية العادية للكاف بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا يبدأ الاتحاد الاوروبي لكرة القدم الويفا اعتبارا من غد الجمعة في طرح تذاكر نهائي بطولة دور اوروبا المقرر ان يقام في الرابع والعشرين من مايو على ملعب فرينز ارينا بمدينة سولانا السويدية وتطرح التذاكر على موقع ويفا وتستمر حتى الثامن والعشرين من مارس الجاري واكد الويفا انه سيكون هناك سبعة وثلاثين الف تذكرة متاحة للجماهير اذ سيحصل على كل فريق تاهل للنهائي على عشرة الاف تذكرة بينما تخصص السبع عشر الف الباقية لباقي الجماهير ويتسع ملعب فرينز ارينا الى ثمانية واربعين الف متفرج وستخصص التذاكر المتبقية للجنة المنظمة المحلية والاتحادات الوطنية والشركاء التجاريين وسائل الاعلام